كلنا جماعة بنغلط او بنخطئ لان ده شيء طبيعي جدا في الحياة اللي بنعيشها لكن النارجيسي له خطأ وخطأ كبير جدا ناحيتك وده اللي هتكلم معكم عنه في الحلقة دي النارجيس يا جماعة بيعتقد انه لا يقهر وضد الهزيمة وبيقدر انه يستمر في انه يعيش بنفس الطريقة اللي عايش بها كمان والاكتر من كده انه بيعتقد انه هيفلت من توابع تصرفاته او اساءاته اللي النارجيسي بيعمله جماعة في اساءته ليك انه بيقلل من امتك ومن قدراتك ممكن حد من اللي يسمعني يرد علي ويقول ازاي ان النارجيسي هيتهزم او انه هيتحمل توابع تصرفاته وهو فعلا مستمر في حياته وبينجح فيها كمان وكمان بيقابل ناس جديدة كل يوم ومستحيل انه يفكر فينا تاني للأسف انت غلطانة لان النارجيسي بيفكر بطريقة مختلفة تماما وردود افعاله مش بتكون بنفس الطريقة اللي انت بتتصرفي بها او الناس الطبيعية بتتصرف بها النارجيسي فهمه للأمور بيكون مختلف والطريقة التانية خالص حتى فهمه للعلاقات بيكون بشكل مختلف الطريقة اللي بتعامل بيها مع الصداقة او اي حاجة فيها شراكة بتتأثر بالطريقة اللي بيفكر بيها النارجيسي ونوايا نحيتك وهدفه منك النارجيسي بيسيق فهم الأمور وبيكون مخطئ في تفسيرها كمان او انه يدركها بشكلها الحقيقي او شكل صحيح زي بالزبط الطريقة اللي بيفسر بيها عواطف الناس وده لان الطريقة اللي بيتعامل بيها مع الناس مختلفة تماما عن الطريقة اللي احنا بيتعامل بيها الطريقة اللي بينظر بيها النارجيسي للناس او العلاقات بتكون انها علاقة تبادلية جدا والحب اللي فيها بيكون مشروط ولو شروط شديدة جدا علشان كده الموضوع كله مرتبط بايه اللي ممكن تقدمه النارجيسي وايه اللي ممكن يحصل عليه النارجيسي منك زي مثلا ان النارجيسي بيكون محتاج منك كميات من الاهتمام والانتباه له لكن اللي بيكون عايز يعرفه اكتر هو قد ايه اللي تقدر تقدمه له ده ويطرح يكون باستمرار قد ايه يعني هيعيش معاه الكلام ده قد ايه علشان كده الموضوع كله مرتبط بانك تقدم له كل طاقتك وعواطفك وطاعتفك وصبرك على الطريقة اللي بيتصرف بيها معك كل ده مهم جدا لانرجسي واستمرارك معاه او احتفاظه بيك بيعتمد على اذا كنت مناسب له فعلا علشان كده الموضوع بالنسبة للنرجسي مرتبط بمقدار اللي تقدر تعمله علشانه وده معناه انك هتسمع كلامه هتتأقلم على الوضع ده معاه مع الفرق انك لازم ما تكونش منتظر ان النرجسي يقدم لك مقابل للي بتعمله ده لان كل اللي بيكون عايزه وحريص عليه اكتر من اي شيء انك تكون قادر على انك تقدم له كل الحاجات دي وهو ده اهم حاجة بالنسباله واللي بيكون مركز جدا عليه وده السبب اللي بيخلي النرجسي يختار ضحية طيبة جدا وعندها مقدار كبير من التعاطف والموضوع ده مش هيكون صعب عليه ولا حاجة لان النرجسي بيكون عارف نفسه وعارف وبيعمل ايه بالزد وعارف ان سلوكه مش كويس ومؤذي هو ممكن يكون مش مقتنع انه شخص سام حرفيا لانه في الغالب بيتعامل بالطريقة دي من دافع احساسه بالاستحقاق لكل شيء وانه فوق الحساب او اللوم علشان كده النرجسي بارع جدا في التلاعب اللي حواليه وبارع جدا في انه يندمج في صداقات او شراكات مع الاخرين بالطريقة اللي تخليه يحصل على الاحتياجات دي الموضوع ده جماعة مرتبط عند النرجسي باحساس كان مفتقده في طفولته وهو الانتماء او القبول ما حسش النرجسي بالاحساس ده في طفولته ولا عمره كان بيحس بيه ما حسش النرجسي بالاحساس ده في طفولته ولا عمره كان بيحس ان هو جزء من اي شيء او ان فيه حد مهتم به او منتبه له علشانه هو حتى الطفل الزهبة جماعة واللي بيعتبر كان بيحصل على كل شيء لكن حتى في دي وبالرغم من انه كان بيحصل على كل الانتباه والاهتمام من الوالدين كان ده علشان اللي بيعمله مش علشان شخصيته نفسها وده عند كل النرجسيين يا جماعة احنا قلنا قبل كده ان من اسباب ظهور النرجسية التدليل المفرط وكمان الازلال والتهميش والتجاهل المفرط بسبب ان النرجسي ما كانش مقبول على طبيعته او على شكله الحقيقي من المحيطين به في طفولته كان لازم انه يحاول غير نفسه علشان يقدر يندمج ويتعايش مع بعض العلاقات اللي بيدخلها للأسف النرجسي مش بيتعامل بطبيعته الحقيقية ابدا وده اللي بيخلي كل همه وتركيزه على انه يندمج مع الاخرين ويحصل منهم على الاهتمام والتأكيد الكامل وده يا جماعة زي ما قلنا بسبب انه ما حصلش على التأكيد والاهتمام بشخصيته الحقيقية دي في طفولته لما بتكون داخل علاقة نرجسية او حتى داخل قصرتك نفسها كنت بتحاول تتأقلم وتقدم كل لجواك كل في مقدورك لكن للأسف ما لقيتش اي مقابل للي بتعمله ده النرجسي بحتاج منك انك تستمر في العطاء الدائم ده ولكن في وقت معين كده بيجي عليك يوم وتقول لا مش هقدر خلاص اعمل اللي بعمله ده مش هقدر اعمل الكلام ده بعد النهاردة انا خلاص تعبت وبجد كده بيبقى كتير عليك بالتالي النرجسي عارف جدا ان ده هيحصل منك وعارف انه هيجي عليك يوم تدرك وتعرف حقيقته وعارف انه مش هيقدر ابدا انه يبعد او يتحرم من اللي انت بتقدمه له ده وده اللي بيخليها استمر في التلاعب بيك وخداعك طول العلاقة علشان ما تفهمش ايه اللي بيحصل بالزبط وتعرف حقيقة اللي بيتم معك وهي دي الغلطة الكبيرة من النرجسي ناحيتك انه عارف ان مسيرك في يوم من الايام بتعرف حقيقته وتشوف اللي كان مستخبي ومتداري عنك وهو ده السبب اللي بيخلي النرجسي طول علاقته بيك بيتلاعب بيك وبيحافظ على سيطرته عليك وكل اللي بيقولهه لك بيكون كذب في كذب هو ده السبب في سلوك النرجسي معاك كأنك بالزبط بقيت اسير عنده ومش ممكن هيسمح لك انك تبعد وتسيبه بيحرص النرجسي جدا انك تفضل محبوس داخل العلاقة وبيستمر النرجسي في انه يغير طريق تفكيرك لدرجة انك بتحس انه عنده القدرة انه يغير مسار حياتك بالكامل حتى طريق تفكيرك حتى طريق تفكيرك ورؤيتك للامور بتلاقي نفسك انت اللي بتخترع عزر ومبرر له انت بنفسك اللي بتسهله اللي بيعمله معاك بسبب اعتقادك انه مش سيء للدرجة دي لكن هو ممكن يكون مضغوط شوية او عنده بعض المشاكل المؤثر عليه او اي سبب لكن لما بتخرج من الوهم ده بتبدأ تفكر فجأة كده وتسأل نفسك هو ايه اللي بيحصل ده معقول كل اللي انا كنت فيه ده كان كذب ومفيش فيه حاجة حقيقية وهو ده اللي النرجسي بيعمله انه بيخلق وهم يعيشك فيه علشان يمنعك انك تشوف الحقيقة وبيحاول ان يحتفظ بالوضع ده اطول فترة ممكنة لكن في النهاية انت بتشوف الحقيقة وبتكرر ان مهما كانت النتائج او القلم اللي هتمر به لازم تتجاوز الوضع ده وتوصل فعلا لنهاية العلاقة وهو ده اللي النرجسي بيقلل من اهميته وعنده دايما احساس بانك هتستمر في الحصار ده للابد وهو ده اكبر خطأ بيرتكبه النرجسي خطأ النرجسي انه بيقلل من قدرتك على فهم الوضع على حقيقته واعتقاده بان انت انسان غبي او سازج ومش هتقدر تكتاشف الحقيقة ده بيتصدم النرجسي جدا لما بيلاقي عندك ارادة حقيقية واللي كان بيحاول يخليك ما تشوفهاش او انك تقتنع بوجودها جواك ده اللي بيخليك تقدر تشوف ان فيه حاجة مش صحة ورغم انك بتمر باوقات فيها عدم قدرة على انك تتجاوز الموضوع ده او انك تاخد قرار مباشر بانقاذ نفسك والبعد عن العلاقة السامة الا ان لازم هيجي عليك وقت وتكتشف فيه ان الشخص ده كان كل همه انه يدمر ثقتك بنفسك ويحقر من قمتك ولما النرجسي بيعمل معك كده بتحس انك مش عايز مشاكل وما عندكش القدرة على انك تاخد خطوة في الطريق الصحيح بيكون كل هم النرجسي من كده انك تحس ان كل حاجة حواليك صعبة وانك مش هتقدر تغير الوضع اللي انت متورط فيه ده وانك كل ما يحصل حاجة تدي فرصة تانية وتالتة وربعة وهكذا لكن الحقيقة ان مهما طال الوقت اللي بتعيش فيه بالشكل ده لازم بييجي عليك يوم وبتفوق فعلا لنفسك وترفض استمرارك بالوضع المسيق ده النرجسي بيخلي اللي بيحصل ده عبارة عن دورات متتالية يعني كل ما ييجي عليك وقت وترفض العلاقة او تحاول انقاذ نفسك بيرجع النرجسي تاني يجذبك لها ويستعيدك واقوى من الاول وبيستمر النرجسي في تكرار نفس الطريقة لما بيلاقيها بتجيب نتيجة معك وبيعرف يوصلك بيها ويخليك زي ما هو عايز علشان كده جماعة الخطأ اللي النرجسي فعلا بيرتكبه هو لما بيعتقد وبيكون متأكد انه ممكن يستمر معاك بالطريقة ده وان كل اللي في ايدك انك تستمر في انك تحاول تتأقلم على الوضع ده بيعتبر النرجسي طبتك ضعف وده خطأ كبير بيعمله النرجسي لانه كان فاكر نفسه انه شخص رائع جدا لما انت حبيته اللي بيخلي النرجسي بالشكل ده انه معتقد انه بمجرد ما يسيطر عليك ويوقعك في التعلق به بيكون قادر على انه يخليك داخل العلاقة دي للأبد حاول تفتكر كده كم مرة مريت فيها باللي بيحصل ده وكم مرة عملك فيها النرجسي بمنتهى المثالية لحد بس ما يحصل منك على اللي هو عايزه وبعدها بتتحول عنده لشيء ملوش اي قيمة او فايدة وبعدين بيبدأ يحاول استعادتك مرة تانية ولما ترجع له يكرر نفس الاسلوب ويحقر منك ويقلل من امتك وهكذا في دورات مستمرة طول علاقتك به علشان كده النرجسي بيكرر اللي بيعمله ده لانه بيحقق له النتائج اللي هو منتظرها الخطأ اللي بيرتكبه النرجسي هو انه بيعتقد انه يقدر يستمر في العلاقة بالشكل ده معاك وانك مستحيلة تقدر تتجاوزها اشتركوا في القناة